رئيس السيسي وقه بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل محافظ الحديدة يتهم الحوثينا بعدم تسليم الميناء والحكومة اليمنية تحت جولد الأمم المتحدة ترامب يور انتظاره لاتفاق مع الدموقراتينا بشأن القدار الحدودي مع المكسيك الواحدة صباحا الحديثة عشرة بتوقيت موجز اخباري اتيكم من القاهرة اهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل والتوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة وخلال اجتماعه مع رئيس الغزراء مصطفى مدبولي وعدد من الغزراء ورئيسي المخابرات العامة ورقابة الإدارية ومحافظة البنك المركزي شدد السيسي على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة لانتهاء من مشروعات القومية الكبرى بما اشار متحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي الان الرئيس السيسي وجه كذلك بمواصلة تصدي للتعديات على املاك الدولة نفع العقيد تامر الرفاع المتحدث العسكري لقوات المسلحة ما يتم تداوله بشأن استهداف احدى المركبات بشمال سيناء وطارب المتحدث العسكري وسائل الاعلام تحري الدقة في ما يتم تناوله بشأن العمليات في شمال سيناء اتهم محافظ الحديدة الحسن طاهر حثينة برفض تنفيذ اتفاق السويد والانسحاب من المدينة حسب الخطط المتفق عليها واشار المحافظ الى انه لا صحة للاخبار التي تحدثت عن تسليم مناء الحديدة لافتا الى ان الحوثين سلموه لانفسهم فيما قدمت الحكومة اليمنية احتجاجا رسميا الى الامتحدة بشأن انسحاب الحوثين من الحديدة فيما نشرت وسائل اعلام التابعة للحوثين مقطع فيديو يظهر مراسمة تسليم المناء الى قوات خفر السواحل وذلك بحضور رئيس لجنة مراقبة الهدنة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاماريرت اعلنت وزارة الدفاع الامريكية ان العسكرين الامريكيين المخطط لخروجهم من سوريا ما زالوا يواصلون حاليا عملياتهم ضد تنظيم داعش الارهابي هناك وقالت المتحدثة باسم الوزارة انه يتم التركيز حاليا على تنفيذ عملية متوازنة بين محاربة داعش الارهابي وبدء صحب قوات العاملة في سوريا وذلك لضمان عدم ترك مساحة لتحرك الارهابيين في شرق الفراط هذا ورفضت المتحدثة التعليق على صحة تقارير اعلامية عن مغادرة الدفعة الاولى من القوات الامريكية للاراضي السورية تمكنت الشرطة العراقية من ضبط منصات صواريخ مجهزة لاطلاق داخل وكراين لتنظيم داعش الارهابي في الحويجة بمحافظة صلاح الدين وقالت الشرطة العراقية في بيان لها ان قوة من مكافحة المتفاجرات التابعة لشرطة الاتحادية رفعت المنصات وقامت بتفجيرها قال رئيس الامريكي دونالد ترامب انه ينتظر ان يتفاوض معه الديمقراطيون ويتوصلون الاتفاق بشأن تمويل القدار الحدودي مع المكسيك وقال ترامب في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه في البيت الابيض ينتظر ان يأتي الديمقراطيون اليه ويبرم اتفاقا بشأن الامن الحدودي مشيرا الى ان عضاء الحزب الديمقراطي ليس لديهم وقت لوقف القريمة انتهى الموجز الاخباري لمزيد من الاخبار تابعوا دوما موقعنا الاخباري اكسن يوز دات تي بي الى اللقاء